أعلن عالم سويسري إسلامه بسبب قياسه لهالة نورانية منتظمة للمتوضئين من المسلمين وقال بعدها أن المسلم أنظف وأطهر إنسان يمشي على سطح الأرض والقصة بدأت عندما كان عمر العالم السويسري روبرت كينزي 63 سنة وكان لديه جهاز يسمى سيرمال فيور يصور الانبعاث الحراري الخارج من الجسم باستخدام كاميرات خاصة تصور الهالة أو الكارما المحيطة بالإنسان والهالة تتكون من سبع طبقات ابتداء باللون الأحمر وهذه الهالة لو انتظمت يكون الإنسان مطمئنا هادئا وقد قام العالم روبرت كينزي بتجربة حيث جاء بخمسين ألف شخص من أوروبا وصور لهم الانبعاث الحراري لكل واحد منهم وكان يستخدم هذه الطريقة لتشخيص الأمراض فوجد أن الخمسين ألفا الذين صورهم هالتهم غير منتظمة ففكر أن الهالة هذه طبيعتها حتى جاء بقدر الله رجل من نيجيريا فلما صوره وجد هالته منتظمة فسأله العالم السويسري عن سبب هالته المنتظمة فقال له أنا لا أمشي إلا بالوضوء فعلم العالم السويسري أن الرجل النيجيري مسلم فقال للنيجيري هل إذا توضأت أنا تنتظم هالتي فقال له نعم لكن يجب أن تغتسل أولا فأخذه رجل نيجيري ووضأه وضوءا إسلاميا ثم صور نفسه فوجد الهالة تنتظم وبما أن العلم يعتمد على التكرار في التجربة جاء سبعة وثلاثون ممن يعملون في قسمه وصورهم بعد أن اغتسلوا ثم توضأوا فوجد أن هالتهم كلهم قد انتظمت تماما بالرغم من أنهم غير مسلمين وهنا أعلن العالم السويسري إسلامه والعالم السويسري روبرت كينزي حفظ القرآن الكريم وسنه سبعة وستون سنة وسمي الجهاز بمقياس الإيمان وأصبح لا يعطي لمرضاه أي مهدئ وإنما يأمر مرضاه بالوضوء الإسلامي كما اكتشف العلماء حديثا أن الوضوء يعطي طاقة إيجابية ويخلص من التوتر والضغط العصبي فسبحان الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم القائل إن أمتي يدعون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة